السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم طلب استناولي اعدادي يارب كلكم تكونوا في خير ونرد ان شاء الله هنبدأ مع بعض حلقة جديدة من حلقات شرح يونت 4 هناخد مع بعض part 1 في لسن 5 و 6 يلا بنا نبدأ وزي ما تعودنا الجزء الاول دايما بيكون عبارة عن الاجزاء الخاصة بالكلمات اول كلمة معنا كلمة drink معناها مشروب ومعناها يشرب يعني تنفعنا وانه تنفع فيها بوستر بوستر يعني ملصق او منشور ملصق او منشور زي ما انت شايفين كده الصورة اللي قدامنا دي word ده العالم shop محل boil يغلي او يسلق يغلي او يسلق وطبعا ده verb parent احد الوالدين parent احد الوالدين font خط font خط drop يسقط drop يسقط زي ما انت شايفين كده الايس كريم ويعمل بنت هي ايه اسقطته colorful ملون حاجة متلونة الصفحة اللي قدامنا دي مسلا فيها الوان كتير cuddle الغلاية cuddle غلاية غلاية كهربائية طبعا عندنا دلوقتي في كل البيوت طبعا زي اها اللي بنعمل بها الشاي popular شايع او مشهور send icon معناها ايكونة الارسال تعالوا ما نكمل ونشوف باقي الكلمات instructions تعليمات heading عنوان رئيسي هنا مثلا key vocabulary عنوان رئيسي للمستطيل اللي قدامنا ده بعد كده subheading يعني عنوان فرعي عنوان فرعي ساعد بيكون مثلا الصفحة كلها ليه عنوان وبعد كده بتنقسم لحاجات تانية بقى عنوان واثنين وثلاثة بيسمها عنوين فرعية بيكون برضو تحتهم بعض البيانات باسورد طبعا كلمة السر sugar سكر imperative معناها صيغة الامر imperative معناها صيغة الامر message icon معناها ايكونة الارسال وزود معناها بدون بعد كده secret معناها سري او سر تنفع طبعا صفة وتنفع نون personal شخصي حاجة تخصينا الوحدي مش مهم للناس بقيت الناس يعرفوه telephone number رقام التليفون رقام التليفون كمان personal طبعا مثلا زي الصورة شخصية دايما هتلاقها مرتبطة بناون تاني مثلا personal image personal photo وهكذا telephone number رقم التليفون tea bag كيس شاي ورد قلق واحد قلقان يعني interesting شيء كأورا بعد كده عندنا تصريف الافعال الغير منتظمة send keep read عندنا التلات افعال دول من الافعال المتكررة اللي بتيجي كتير جدا جدا فلازم ان نعرف تصريفاته نشوف بعد كده التعريفات للمعاني او بعض الكلمات المهمة اللي احنا خدناهم من شوية نشوف معانيهم باللغة الانجليزية foil قلنا معنا هيغلي if you boil water لو انت غلت المية it's very hot and bubbles بتكون سخنة جدا وكمان بيكون فيها ايه فقعات machine طبعا الكاتل اللي هو المشين in the kitchen that makes water hot هي آلة او جهاز موجود في المطبخ ده بيخلي ايه بيخلي المية تغلي او بيخلي المية سخنة turn on معناها start a machine يعني بتشغل الجهاز secret طبعا and there is something that only you or a few people know حاجه انت بس اللي تعرفها او عدد قليل من الناس technology technology computers and mobile phones are examples of this الكمبيوترات و التليفونات هي امثلة على التكنولوجيا password a special word or letters that you write before you can use a computer or website هي كلمة او حروف معينة مميزة انت مختارها وانت كتبها علشان ان انت تقدر تسجل دخولك على الكمبيوتر او على المواقع تعالوا ما نكمل ونشوف جزء reading اللي معنا عنوان النص بتاعنا how to send a text message بولنا first tab the messages icon يعني دوس على الايكونة بتاعت الرسائل tab the name of the person بعد كده اختار اسم الشخص write your text message اكتب الرسالة النصية بتاعتك زين tab the send icon وبعد كده اضغط على ايكونة الارسال طيب how to make a video call ازاي نعمل video call turn your tablet on اول حاجة هتفتح التابلت بتاعك تشغله tab the name of the person اضغط على اسم الشخص اللي انت عايز تكلمه وبعد كده say hello قوله مرحبا how to make a cup of tea ازاي تعمل كوباية شاي first put some water in a kettle يعني اول حاجة هتحط بعض المية في الكتل بعد كده boil the water هتغلي المية put the hot water in a cup with a tea bag بعد كده هتحط المية المغلية دي في كوباية مع ايه مع كيس من الشاي take out the tea bag بعد كده هتطلع الكيس بتاع الشاي ده then drink the tea بعد كده تقدر ان انت تشرب الشاي تعالوا ما نشوف النص اللي معانا بعد كده stay safe when you use technology ان انت تبقى امن وانت بتستخدمين تكنولوجيا keep your password secret لازما ما تعرفش الباسورد بتاعتك لحد don't make friends with people you don't know online يعني ما تعودش تعمل صديقات مع اي حد وخلاص لان طبعا في ناس ممكن تكون ايه تكون بتنتحل شخصيات ناس تانية وهكا don't tell people your personal information ما تخبرش الناس اللي انت لسه متعرف عليها جديد عن معلوماتك الشخصية زي انت ساكن فين وزي تليفونك وهكذا don't send photos to people you don't know دي اهم نقط اوعى تبعث الصور بتاعتك او الصور بتاعتك لحد انت متعرفوش ask for help from a parent or teacher لو حصل مشكلة استعين بحد من والدك او والدتك او المدرس بتاعك don't answer a phone call or video call from someone you don't know طبعا اوعى تكلم حد video call او بمكالمة صوتية حتى انت متعرفوش tell a parent or teacher if you are worried about something زي ما قلنا لو حصل مشكلة اسأل حد من اولياء الامور يعني والدك او والدتك او المدرس بتاعك بيقولنا الحاجات اللي دو الحاجات اللي نعملها والحاجات اللي don't حاجات اللي دو زي مثلا keep your password secret خلي كلمة السر بتاعتك دايما سرية محدش اعرفها الحاجات اللي متعملهاش don't make friends with people you don't know online ما تعملش صداقات مع ناس انت متعرفوش بعد كده عندنا نص كمان ما بين مام وعلي فالمام بتقول come here please علي تعال هنا لو سمحت علي قال لها ياس مام what is it في ايه stop playing on your phone and listen to me I need you to do something طبعا دي الجملة اللي كل الامهات يعاني يعاني بيتعبوا فيها وعلى طول بيقولها لأولادهم ان انت ايه سيب الموبايل بقى من ايدك يا ابني وتعال ايه اسمعني شوية انا عايزك في ايه في حاجة فعالي عشان هو ولد مؤدد بقال لها ايه yes اوكي تمام انا سيب الموبايل له what do you want me to do انت عايزة مني اعمل ايه قال له please go to the shop لو سمحت روح المحل buy some sugar take it to your grand mother's house اشتري سكر ويودي ليه لبيت جدتك help her make a cake and then send me a text message when you want to come home ساعدها علشان تعملوا كيكة وبعد كده ايه ابعتلي رسالة لما تكون راجع المنزل تعالوا ما نكمل ونشوف بعد كده عندنا هنا save بتيجي بمعنين save بمعنى ينقذ و save بمعنى يوفر طب امتى كده امتى كده حسب سيوك الجملة مثلا هنا جملة بتقول the man saves the child from throwing يعني الراجل انقذ الطفل من ايه من ان هو يغرق he saved a lot of money طبعا ده معنى اين هل هو انقذ العديد من الفلوس لا هو ايه هو حوش فلوس ايه فلوس كتير to buy a bike turn on بتساوي switch on اللي اتنين بمعنى يشغل الجهاز take out بمعنى يخرج what about مهم حرف الجر اللي بيجي بعد الكلمة قالك بشأن make friends يكون صدقات make a booster يصمم ملصق برضو make هنا مهم عشان ممكن يقولك يا ترى يدو ولا make من اكتر الحاجات اللي بتيجي وبتكون بتلغبة give instructions يعطي تعليمات say hello طبعا سهلة جدا يقول مرحبا stay safe يفق امنا keep something secret يحافظ على السر مثلا keep your password secret خلي الباسورد بتاعتك سرية look interesting يبدو رائع او شيق ask for help يطلب المساعدة the rest of الباقي من answer a phone call from يعني بيجاوب او بيرد على مكلمة من ايه من شخصتين تعالوا ما نكمل ونشوف اخر جزء معنا put not in the correct order يعني بيضع حاجة في الترتيب الصحيح بتاع مثلا put the sentences in the correct order حط الجمل ديت في ترتيب الصحيح make a cup of tea يعني بيعد كباية شاي think about يفكر فيه موضوع مثلا the most popular drink المشروب الاكثر شيوعا طبعا زي مثلا الشاي او لهوة personal information معلومات شخصية زي التليفون والعنوان easy to read سهل لراية tab the messages icon يعني بيضغط على ايه على ايكونة الرسائل تعالوا نشوف التدريبات قبل ما نبدأ في التدريبات انت واقف الفيديو هنا وحل التدريبات لوحدك وبعد كده راجعها معي if you not water it becomes hot لو عملنا ايه في المياه هتبقى سخنة طبعا لو غلناها if you boil water it becomes hot you shouldn't not litter in the bar you shouldn't drop ما تسكتش او ما ترميش يسكت او يرمي you should follow your teacher's noot inside the classroom طبعا instructions تعليمات it's important to keep your noot secret ولنها كتير النهاردة I use the electric noot to make a cup of tea طبعا كتل اللي هو الغلاية tea is the most noot drink in the world طبعا popular لو اقصر ايه اقصر شيوان noot safe online is very important طبعا staying safe don't tell people you don't know your telephone number or your noot information personal information معلوماتك الشخصية tell your parents or a teacher if you worried ها شايفي فاكرين لسه معلم لكم على حرف الجرر اللي بيجي بعد ورد اللي هو about شوفتو سؤال مهم جدا عشان كده ايه الحاجات اللي بنعلم عليها اثناء الشرح دي مهم قوي لازم ان تكون عارفة don't not a phone call قولنا don't answer a phone call ما تردش او ما تستقبلش اي مكالمة صوتية او مكالمة فيديو من حد انت متعرفوش you should not others secrets you should keep انت لازم انت تحافظ على اصرار الناس التانية اللي قالتها لك you should not sleep without your homework your teacher not us instructions on how to use the tablet طبعا ايه gave us you shouldn't not friends with bad people you shouldn't friends بيجي مع ايه your father or your mother طبعا احد الوالدين if you have a problem you can have for help ask for help to write a text message to your friend to your friend not the message icon قولنا ايه tab يعني اضغط على ايكونة الرسائل it's dangerous to not thoughts to people you don't know طبعا قولنا send how can you not your poster easy to read how can you make your poster easy to read when i meet my friends i not hello i say hello كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة وخلصنا part 1 في lesson 5 و 6 ان شاء الله الفيديو الجاي نخلص الجزء التاني من lesson ده عشان يكون فضل لنا كده الجزء الخاص به اللي امتحان اول مراجعة على اليونت الاول وبعد كده امتحان اليونت ونكون قفلنا يونت 4 وان شاء الله نكمل في يونت 5 و 6 اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته